إنما هنا في السيناريو بتاع المباراة فيه أخطاء أخطاء كبيرة أخطاء فردية وأخطاء جماعية من المدرب أخطاء فردية من حسين عبد مجيد اللي أخطاءه متكررة بشكل كبير جدا وبقى علامة استفهام لكل لعيبة نادي الزمالك وكل جمهور نادي الزمالك إن أنا ما بقاش دايما ألآن ودايما مغدود ودايما حاسس إن أنا في لحظة هيلبسك حاجة كده بلغة الكورن زي ضربة الجزاء اللي حصلت الخبرات إنت لو مدرب للزمالك هتلعب مين ما كان حسين عبد مجيد هلعب حمد يعني ما قداميش غير كده يعني أنا يعصي مش منطقي إن أنا لعيب في حتة حساسة زي دي هفضل أخطأ نفس الأخطاء بس حسين كان ليه بعض المباراة الجيدة مع الزمالك إحنا بنقولش لأ وهو أنا وأتكلمت معاك إن حسين بيجيد أما ناد الزمالك بيلعب بتلاتة لأنه عنده مشكلة في الحاجات اللي هي التغطيرة العكسية الحاجات اللي في ظهره الحاجات اللي هي فيها فنتات الحاجات اللي هي فيها واحد على واحد دايما لما بيبقى فيه حد بيغطيه بيبان حسين بشكل كويس جدا لأنه بيقدر يعمل الشكل الهجومي كويس في الكورات السابتة وفي العوامل دي فبيبقى شكله إجمالي أفضل بكتير جدا أما ناد الزمالك بيلعب باتنين في قلب الملعب فكنت أتمنى أنه خلاص لعب مع الزمالك عدد كبير جدا من المنشاط الدولية لعب مع المنتخب مصر الأولمبي عدد كبير جدا من المنشاط الدولية أنت اكتسبت الخبرات وشفت الضغوط دي بأشكالها بكل ألوانها إذا كان داخل مصر أو خارج مصر إذا كان مع الزمالك أو مع المنتخب لا كنت لازم الأداء يتغير أفضل كده من كده وبالأخص الفترة اللي جاية أو المبرار اللي جاية مش هتستحمل أخطاء